في اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من الرسالة إلى أهل رمية الأصحاح الأول من عدد 16 و17 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى أولا بيقول لست أستحي بإنجيل المسيح نبتدي بكلمة بإنجيل المسيح النهاردة أنت عندك كتاب الإنجيل في البيت فالنهاردة لما أقول الإنجيل أو إنجيل المسيح على طول ذهنك هيروح للكتاب اللي فيه مكتوب كل هذا الإعلان اللي اسمه الإنجيل وده صح وكل حاجة بس الحقيقة هو لما كان بيتكلم ما كانتش كل الأنجيل كتبت وما كانش لسه بقى فيه كتاب أقدر أمسكه كده اسمه إنجيل المسيح إذن ماذا يقصد بإنجيل المسيح أولا كلمة إنجيل اللي هي في اليوناني إفانجيليون معناها البشارة يبقى إنجيل المسيح هو البشارة اللي هي فحوى الكتاب اللي في إيدك ده قبل ما يبقى كتاب كانت موضوع للبشارة ده نمرت واحد يبقى هو بيتكلم عن البشارة ب بإيه بقى بالحق اللي المسيح حققه وتكتب في الإنجيل يبقى نقول بقى تاني إنجيل المسيح يبقى يغير بقى كلمة إنجيل عربها بقى ونقول بشارة بالمسيح البشارة بالمسيح قد إنجيل المسيح قد إنجيل المسيح وبعدين يعني إيه بقى البشارة بالمسيح اللي كتبت في الإنجيل اللي هو كان بينادي بيها بقى فيه عنده خبر حل خبر مفرح خبر صار عندي بشرة ليك بشارة ليك عنده بشارة لكل إنسان سواء كان يهودي أو وثني لكل البشرية إيه إيه البشارة المسيح يعني إيه بقى البشارة الموضوع إيه بتاع البشارة يعني إيه المسيح يعني مين هو المسيح يعني إيه اللي بيبشر في إنك تكلمني عن المسيح واحد أن الله ظهر في الجسد كان الله لم يره أحد قط ومحنش عارفين كل حاجة أو أي حاجة عنه إحنا عارفين الفتاة اللي قدر الأنبياء يقولها لنا النهاردة هو بنفسه ظهر بنوره بجوهره بحقيقته في الجسد في المسيح أدي أول حال يبقى نقدر دلوقتي نشوف صورة حقيقية عن الله في المسيح أهو قدامنا أهو اتنين يعني إيه إنه الله ظهر في الجسد يعني حياة الله اللي كانت بعيدة عن الإنسان والإنسان موجود في الموت الحياة هذه أيضا أهو ظهرت واستعلنت تعلنت في المسيح يعني النور اللي فالله النور الحقيقي اللي مخفي عن عينينا الآن النور الحقيقي أهو أيضا ظهر واستعلن في المسيح يعني هو بهاء مجده مجد الله اللي إحنا ما كناش عارفين حاجة عنه صار مستعلن أهو في المسيح محبة الله حضور الله في وسطنا اسمه عمانوئيل أي الله معنا البشارة إيه بقى البشارة إن حياة الله ومحبة الله ونور الله ومعرفة الله ومجد الله صاروا متجسدين حاضرين في معلنين في المسيح في وسطنا اهو طيب افرد بقى إنه كل ده معلن استعلن في المسيح أنا يا إنسان استفدت ايه من إن الله أظهر حياته في المسيح ومن ملئه من ملء المسيح من كل اللي أنا قلته ده اللي استعلن في المسيح نحن جميعا أخذنا يبقى البشارة ايه بقى اللي انت جاي تبشر بيها يا رسول الأمم البشارة إنجيل المسيح ايه أن حيات الله ومحبة الله ومجد الله ونعمة الله استعلنت في المسيح وهذه الحياة مش بتستعلم في المسيح عشان نتفرج عليها ونقول يا ده حياة الله حاجة عظيمة ولكن علشان من ملئه نحن جميعا نأخذ عشان كده يقول ايه بقى فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة وبعدين كان النور الحقيقي الذي يدنير كل إنسان يبقى مش النور نور فيه هو علشان نتفرج على مجد الله ونقول مجد الله حاجة عظيمة ولكن علشان النور يمنح للإنسان هو ده الإنجيل أن مجد الله أن حياة الله استعلنت في المسيح لكي تعطى للإنسان أن النور استعلن في المسيح لكي ينير الإنسان يمنح للإنسان يبقى أنا إزاي أخد المسيح ما هو هو نور وده هاخد النور يبقى النور اللي دهوت فيه اللي متجسد فيه حيشع منه يتنقل منه ويدخل إلى كياني اللي احنا عرفنا بعد كده إن هذا بيحصل بالروح القدس وبعدين مجمل اللي أنا قلت ده إنه الله ظهر في الجسد أن هذا هو ابن الله وإنه زي المسي ما قلت حالا هذه الحياة تتنقل للإنسان إزاي بالإيمان آه بالإيمان طبعا أنا مقام طبعا أنا مقام إنه إنه ابن الله وإنه مقام إنه حيات الله ظهرت في في الجسد هل مجرد إنه إنه أنا مسدق ومقام ده هذا هذا وحده كافي إن النور اللي فيه يتنقل فيه ولا المسألة لها تكملة علشان هذا يحدث ده اللي هيشرحه فيه الخطوة التالية بس قبل ما نروح للخطوة التالية عايز نوضح حاجة مهمة قوي احنا عايشين في مجتمع المسيحيين والمسلمين مختلطين مع بعضيهم ومن ثم ففيه نوع من التأثير من الثقافة الإسلامية بيروح لبعض المسيحيين والعكس يمكن يكون صحيح في بعض الأحيان واحدة من الحاجات اللي الثقافة الإسلامية نقلتها للثقافة المسيحية وكتير من المسيحيين مرت معاهم من غير ما ياخدوا بلهم من الفروق بين تعليم الأديان المختلف هي ايه انه في الثقافة الإسلامية بيقولوا ان الإنجيل انزل على المسيح والمسيحيين سمعوا العبارة دي ومعلقوش عليها قالك ومال فماشي المشكلة ايه بقى هنا في الكلام ده ان البشارة الإنجيل هو البشارة بالمسيح يعني اللي نزل من السماء المسيح وليس الإنجيل نزل للمسيح هو نفسه اللي نزل من السماء هو نفسه الوحي والإعلان اللي نزل من السماء وليس ان الإنجيل نزل من السماء طب الثقافة الإسلامية بتقول كده ليه لأن الثقافة الإسلامية بتبني على ما هو في الإسلام في الإسلام التعليم انه الوحي نزل على النبي الإسلام فهو بيقارن بيقارن النبي في الإسلام بالمسيح في المسيح لا الموضوع مختلف مختلف ليه لأنه ليس أحد صعد إلى السماء ده كده كلام الرب نفسه إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان يشارع على نفسه بقى الذي هو في السماء يعني ما حدش طلع السماء غير اللي نزل اللي هو مين اللي هو شخصه هو اللي نزل من السماء ابن الإنسان فيبقى نمرت واحد هنا اللي نزل من السماء مش الإنجيل المكتوب لكن المسيح نفسه هو اللي نزل من السماء ونمرز اتنين يقول إيه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان اللي عمال يتكلم هو وإيه من يقول عن نفسه الذي هو في السماء الله هو انت في السماء ولا في الأرض ما هو نور الجوهري اللاهوت لم يحدث إنه هو اتجمع كده وانضغط ودخل جوه جسد المسيح هذه تصورات يعني سازجة وطفولية البعض بيدخيلها النور ما للنور الجوهري هذا ما للسماء والأرض ولكنه ظهر هنا فهو موجود ظاهر هنا وهو موجود في السماء ما سابش السماء ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء إيه بقى العلاقة بين المسيح والإنجيل المكتوب هو الإنجيل المكتوب هو المسيح ولكن علشان إيه المسيح بيعمل إيه المسيح بيعطي للإنسان لازم أقرى الإنجيل طولي ما احنا كلنا عارفين هو أنت فاكر أن احنا ماش مؤمنين و مطربين في الكنيسة لا أنا عارف كويس أن احنا كلنا مؤمنين مطربين في الكنيسة بس أنا عايز أقول لكل المؤمنين المطربين في الكنيسة أنت لا تستطيع أن تعرف حقيقة من هو المسيح ولا ما هي وعوده إلا لما تقرى الإنجيل نفسه بنفسك ما احنا طول النقارة عمالين نسمع نسمع وعظ من الإنجيل آه الوعظ بيعظ على آية من الإنجيل لكن الحق اللي في الإنجيل في حاجات كتير أنت مش واخد بلك منها ومش هتكتشفها إلا لما تقرى الإنجيل حددلك بقى شوية أمثلة مهمة أول مثال ما هي الوصايا الوصية اللي في الإنجيل هيجي واحد يقول لي الوصايا العشر لا الوصايا العشر دي في دي في العهد القديم طب ما هي في العهد القديم و هي في العهد الجديد ما أنت ما أريتش الإنجيل لو أريت الإنجيل هتلاقي هتلاقي إن فيه حوالي ميت وصية جديدة غير الوصايا العشر ألها المسيح زي لا تديدوا لكي لا تدانوا زي أعطوا ما عندكم صدقة وكل شيء يكون نقيا لكم وانت ماشي بقى بقول لك حوالي ميت وصية بالإضافة للوصايا العشر وانت ما تعرفهاش وما تعرفش قوتها مش بس كده ما هي الوعود اللي المسيح وعد بيها انت لا تعرف انت بتعرف اللي بيقوله الوعص والوعص بيوعص على قده يعني الحاجة اللي هو اختبرها هو اللي بيقولها لك لكن الحاجة اللي ما اختبرهاش هيقولها لك ليه اسكنوها نفسه مش عارفها ومش فهمها خلينا احكي لكم الحكاية دي بقى عشان نحط النقطة على الحروف كويس انا كان عندي مثلا 14 سنة وكنت تلميس في تالت عددي وروحت اجتماع الشباب اجتماع الشباب ما بيروحوش للأداء دي بس هو اللي حصل وجي الخادم سأل سؤال فأنا جاوبت السؤال فالخادم انبسط قوي ان العيل الصغير اصغر عيل من الشباب كلهم اللي عاديين هو اللي جاوب السؤال فمن كتر انبساط بتاعه قال انت اسمك ايه انا هجيب لك هداية انا هجيب لك انجيل هداية وكانت النتيجة ان كل اسبوع اقوله فين الانجيل هداية لغاية ما قابل الانجيل هداية بقى عندي انجيل بتاعي اتنقلت بقى بقيت في قولة سنوي كل يوم اقعد اذاكر قبل ما ابتدي مذاكرتي اقرأ اسحاح واحد من الانجيل اخرج من الاسحاح حكتين الوصايا اللي انا ما كنتش عارفها والوعود اللي الرب بيقولها لي اللي ما كنتش عارفها وجبت صفحتين من 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 كرست الرسم وحطتها على الحيطة كده وعملتها مربعات ومسلسات ودواير واقعد اكتب 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 على ما خلص العام الدراسي كنت قريت الانجيل من اوله لاخره وكنت فهمت على قد المتاح لهذا السن المسيح بيقول لي ايه بيوصين بايه وبيوعدني بايه من غير البداية دي لا استطيع ان قعدك ان بنيان حياتك الروحية هيبقى على ارض صلبة لا بداية سوى او بخلاف هذه البداية تقول لي انا طبعا ما ابتدتش بالطريقة دي يبقى ترجع من التاني من الاول وتعمل البداية دي انت عارف طبعا البيت اللي منوش اساس بيحصل له ايه بتيجي الزلازل وال والاعصير توقعه وده اللي بيحصل ناس كتير بتمشي في الحياة الروحية وتيجي في نقطة وتبقى خدام وتبقى قصوص وتبقى وتيجي زقات روح مقعاة مش بتأسس على المسيح ازاي تأسس على المسيح هو الانجيل هو المسيح زي ما شرحت نمر اتنين بيقول لاني لسته استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص وتستحي ليه لماذا تقول لا استحي هو في ايه يخليك تقول لا استحي بانجيل المسيح لان الانجيل بالنسبة لليهود عصرة اعارفين عصرة ليه لانه بيقول ان المسيح تصلب والنموس بيقول ملعون كل ما نعلق على خشف عصرة طب و بالنسبة للفلاسفة الحكماء بتاع اليونانيين بيقول مسيح تصلب طب و ده ايه جهالة فالانجيل بالنسبة للعالم مش ماشي مع دماغ العالم ايوة الانجيل بيقولك من لطبك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا طب تعال يا سيني كده اما اديك بالقلم على وشك واشوف هتعمل ايه اهو نفس الفكرة الانجيل عصرة وجهالة مش مقبول للزهن الجسدي لانه مش فاهم مش فاهم ايبقى قوة الله النهاردة فيه فرق بين بين اللي حصل مع بولوس الرسول وبين اللي بيحصل النهاردة ايه الفرق الفرق ان الانجيل كلام ولانه كلام غير مبارهن اي واحد ينطق خلاص ما هو اصل الكلام انت بتقدم كلام مدام كلام خل عندك بقى لكن الانجيل اللي كان بيبشر بين رسول بولوس ما كانش مجرد كلام وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع مال بايه برهان الروح والقوة انكسرت السفينة فبولوس لما طلعوا بقى مبلولين من المية لمه خشب عشان يتدفوا وبولوس قاعد يتدفى مع اللي بيتدفوا ففي حية كانت مستخبية جوه قطعة من الخشب ده لما حست بالنار راحت منطورة الحية بتتنطر زي زي يدود تلمش كده تتكور وتروح منطورة راحت مسكت في ايد بولوس يعني عضته يعني السم بتاعها مشي في جسمه فهي بعد ما عضته مسكت انتشبت في يده راح نطرها كده في النهار وتحرقت الناس اللي قاعدة اهل الجزيرة اول حاجة قالوها قالو يا ساتر يا رب اكيد الراجل ده اتلقت لمزنب ونجى من الموت في البحر ودي الحية طلعت له هتخلص عليه الناس التانية بقيتهم قاعدت بتتبص عليه بتتفرج عليه عشان تشوف ازاي هيقع يقع ميت من السم هيعرف الحية دي ولدغتها والقبر وبعدين يستنوا ان يقع ميت عارفين طبعا بيت القصة خدوهم وزفوهم بقوا وجايبين لهم سيران يتبحوا لهم قالوا الاليها تشبهت بالناس وقاتوا الينا وفولو سألهم يا اخوانا يا اخوانا عملوا معروف احنا مش الاليها ولا اي حاجة الموضوع ده يسوع المسيح وبشر الجزيرة قوة الله الانجيل متحقق ايه السبب ان الانجيل مش مستعلن للعالم لانه مش متحقق ليكونوا واحدا ليؤمن العالم يعني الانجيل يتحقق فيكم اما يتحقق فيكم العالم هيؤمن لكن الناس قلبها استقر على انها تفضل على اللي هي فيه هو الاصص اللي احنا عملين نحكيها والاختبارات دي كلها بدأت ازاي بدأت من نفس النقطة اللي انت فيها انسان زي كل الناس بنفس الامكانيات قرى الانجيل صدق الحق اجتهد انه ويوصل له اتحقق فيه يقول لك ربنا عاطل فلان مواهب طب وليه مش عاطل التاني مواهب ليه يعني ده بدا الانجيل بيقول كما اخدتم كل واحد مواهبة تخدمونا بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين اما الشرط ان كل الناس تعمل اعمال قوات بس يبقى فيه مواهبة تاني كل واحد مواهبة وبفيش دي مواهب انا فيش جهاد انا فيش توبة انا مفيش انجيل فيه استسهال فيه حاجة سهلة كده وخلاص فيه نروح الكنيزة ونقول ترنبتني يا حبيبي يا يسوع يا خلصتني يا يسوع ونخرج برة نعيش في حياة العالم خلاص وندفع ارشين في الاشتراك ولا في الطبق خلاص ما فيش موجهة مع الحق وما فيش استلام للحق فما فيش استعلان للانجيل اهو ده اللي مخل الانجيل غير المعالم وده بقى هيشرح العبارة اللي جاية لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن يعني مش لليهودي بس لا يهودي ولا يوناني يعني مش للمسيحي بس مسيحي ولا مسلم ولا درزي ولا وسني لكل من يؤمن لازم الحق يتقدم للجميع واللي عايز لكل من يؤمن لانه فيه معلم بر الله بايمان لايمان انا مش هتكلم بقى النهاردة عن بر الله لانه ده موضوع بقى نديه وقته ايه لساحات الجاية لكن هقف عند بايمان لايمان يعني ايه فيه معلم بر الله بايمان لايمان ايه بر الله ما انا شرحت ايه بر الله حياة المسيح هي بر الله هو ده بر الله حياة المسيح مجد المسيح ادمون اللي في المسيح المسيح هو بر الله بكلمة واحدة المسيحة وبر الله طيب لان فيه معلم بر الله بايمان لايمان يعني هنتهز الفرصة دي عشان اقول ملحوظة مهمة في دراسة رسائل الرسول بوز هو اسلوبه في الكتابة انه لما يكتب كلمة او عبارة يعني ويحب يشرحها يشرحها في العبارة اللي بعديها انت وانت بتقرأ تتصور انه نقل على فكرة تانية على جملة تانية لا ده هو بيشرح الاولينية وده هتلاقيه بقى واضح هنا اما البار فبالايمان يحيا اما البار فبالايمان يحيا دي بيشرح بيها العبارة اللي قبلها اللي هي فيه معلم بر الله بايمان لايمان يعني بالايمان بالمسيح تدخل الى حياة الايمان اللي هي عبر عنها بكلمة ايه بالايمان يحيا يعني اقلب كده الكلمة يحيا بالايمان تلاقيها تساوي حياة الايمان علشان الناس اللي بتتكلم عن رسالة روما او رسالة روميا وتتكلم عن الايمان اعتبر انه هو التصديق بشواخدين بالهم من كل العبارات اللي اللي كتبها الرسول بولز المرة اللي فاتت لفتت نظاركم الى عبارة طاعة الايمان والنهاردة اهو بيتكلم عن حياة الايمان وليس انا امنت ابروك امنت لا انت امنت بالايمان علشان تدخل الى حياة الايمان اما البار فبالايمان يحيا وده ايجاب بقى على السؤال اللي طرحته في بداية الحديث هل مجرد ان امنت وخلاص زي ما كثرة من الناس بتقول هل ايجابها بايمان لحياة الايمان عشان كده بسبب التعليم اللي خد نص الكلام وسبب النص التاني ناس كتير تعتبر نفسها مؤمنين ما هو امن مصدق وما كملش ودخل في حياة الايمان فهو اخذ لقب مؤمن هو عضو في الكنيسة ولكن ما فيهوش الايمان مش حياة الايمان وناس تاني دخلت الى حياة الايمان ولكن انكسرت بهم السفينة من جهة الايمان يعني ايه انكسرت بهم السفينة من جهة الايمان يعني بيشبه حياة الايمان بالسفينة اللي كانت شيلهم في وسط البحر فكانوا فوق الموج لكن لما جيلي يوم اللي فيه انكسرت السفينة من جهة الايمان يعني حياة الايمان انكسرت حصل لهم ايه غيره وغرقان تحت في قلب البحر وكل الناس شايفه غرقان وهو مقتنع انه هو ايه المؤمن اصلي كان امن في يوم من الايام ومن اول اسحاح اهو بيبتدي الرسول بولوس يعمل لنا التصحيح ابتدي من الانجيل يعني تقرى الانجيل بنفسك وعينك وقلبك يشوفه هو مين المسيح هو وعلك بايه وبيوصيك بايه ايه اللي اللي مطلوب او الوعد اللي اللي هيخرج منه اليك النعمة اللي هتخرج منه اليك وبعدين ادخل الى حياة الايمان بهذا الايمان اللي هي عبارة عن ايه اللي هي عبارة عن انك تحيا في المسيح ومن اللي فيه يتنقل فيك المجد اللي فيه يجي فيك حياة اللي فيه تيجي فيك النور اللي فيه ييجي فيك قم ييجي يوم من الايام تقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه قم ييجي يوم من الايام بولوس ده هو نفسه اللي كاتب لنا هذا الكلام اللي علم الكنيسة كان في يوم من الايام ايه بقى مفتري ومجدف ومطهد كان بيموت المسيحيين وبيطهدهم اللي النهاردة بعد ما كتب لنا الكلام ده هو اللي قال لنا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه هو ده الهدف الهدف ان الانجيل هو استعلان المسيح في الجسد استعلان النور استعلان ابن الله في الجسد علشان يبقى فيه ونرجع بقى للعبارة اللي وقفت عندها وانا عندي اتنين وعشرين ولا تاتة وعشرين سنة الاعمال التي اعملها يعملها هو وايضا واعظم منها حصل ان بولوس المجدف المفتري المطهد جيه عليه يوم عمل الاعمال اللي المسيح عملها له كل المجد في الكنيسة مش بولوس بس والاف وملايين عملوا الاعمال اللي عملها المسيح مش لانه ربنا اختار ناس ورامى ناس لا لانه ابتدوا من النقطة الصح ووثقوا وصدقوا كلمة الانجيل وعاشوا حياة الايمان اللي هي حياة التغير الى صورة المسيح فبقى المسيح فيهم وعشان كده في الاخر هو اللي عمل اعمال فيهم يعملها واعظم منها لماذا لان المسيح بقى بيحيا فيهم هذه هي غاية الانجيل الحقيقية وليست غاية الانجيل الحقيقية كما تصور البعض مجرد غفران خطايا ده ده بداية عشان تدخل تستحمى وتتنظف وتلبس نضيف عشان تدخل تقعد فلس النضافة ده غفران خطايا لكن غاية الانجيل حقيقية التغير الى حياة المسيح وان يحيا المسيح فيها وان يصبح الانجيل حقيقة في حياتي له كل المجد في الكنيسة الى اجيال الظهر ترجمة نانسي قنقر